الأردن في محاولات ضبطه لعمليات تهريب المخدرات من الحدود إلى داخل أراضيه يعلن أمنه العام عن البدء بعملية موسعة في منطقة الرويشة شرقية البلاد لملاحقة مهربي المخدرات وتجارها العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 33 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب لمواد مخدرة أربعة منهم أصفهم الأمن الأردني بالخطرين ويرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود في تهريب المخدرات والسلاح بحسب بيان للأمن العام الأردني كذلك ضبط الأمن الأردني كميات كبيرة من المواد المخدرة وكميات من الذخائر والسلاح إضافة إلى طائرة مسيرة تستخدم في عمليات التهريب وأجهزة أخرى تزامناً مع الحملة الأردنية وعلى الضفة الأخرى حيث منابع المواد المخدرة إلى الأردن أعلنت أجهزة أمن نظام الأسد عن إلقاء القبض على ثلاثة مهربين وضبط 200 ألف حبة كيبتاجون و210 كفوف حشيش في أثناء محاولة تهريبها عبر الحدود السورية الأردنية وفق مصدر أمني لوكالة سانا الرسمية التابعة للنظام وفي حين أن النظام يعلن على حرج بين فترة وأخرى ضبط كميات من المخدرات يصاعد الأردن من رده على الحدود مطبقاً قواعد الاشتباك المسلح وموجه النيرانه نحو المهربين ليوقع عدداً منهم بين قتيلاً وجريحاً في اشتباكات جاءت متتالية هذا الشهر أسفرت أيضاً عن مقتل جندياً من حرس الحدود الأردني بعيداً عن الحدود وما فيها من تهريباً جائر ومواجهة مسلحة دبلوماسية الأردن لم توفر اللقاء الذي جمع وزير خارجيتها أيمن الصفضي من نظيره الإيراني بجينيف إذ تطرق الوزير الأردني إلى مسألة تهريب المخدرات على الحدود مع سوريا ولم يستثني الوزير الأردني بعدها المسألة التي تؤرق بلاده في مكالماته الهاتفية اللاحقة مع الوزير الإيراني طارقاً باب طهران بعد تطبيع وتقارب مع نظام الأسد كان من أهدافه المعلنة ضبط الحدود وحفظ الأمن القومي في الأردن ودول الجوار من أخطار المخدرات ترجمة نانسي قنقر